هذا يستفسر عن الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سجزون ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لله سبحانه وتعالى أسماء كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى منها أسماء علمها خلقه علمها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومنها أسماء استأثر الله جل وعلا بعلمها لا يعلمها إلا هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة يعني من دع الله بها وعرفها وعرف معناها ودع الله بها توسل إليه بها دخل الجنة وهذا وعد كريم من الله سبحانه وتعالى وكان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة في الليل أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أدل على أن أسماء الله جل وعلا لا يعلم عددها وحصرها إلا هو سبحانه وتعالى لكن منها هذه الأسماء التسعة والتسعين التي من أحصاها يعني دع الله بها ووصله وسماه بها دخل الجنة وهذا وعد كريم من الله سبحانه وتعالى من أحصاها دخل الجنة وصارت أسماء الله حسنة لأن كل اسم منها يدل على صفة من صفاته فالكريم يدل على الكرم والعزيز يدل على العزة والقوي يدل على القوة وهكذا الرحمن الرحيم يدلاني على الرحمة نعم